اهلا بكم معكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم على الشست بين او القلم في الصدر ازاي نتعامل معاه في الاستقبال لما تكون واقف في الاستقبال ويجي لك عيان ماسك سيدرو المفروض ما تقلقش خالص الحقيقة المفروض تتريعك لا طبعا احنا كنا بنهزر المفروض تكون واغصك من نفسك لكن لازم تكون مهتمك جدا بالحالة لان ربع الحالات اللي بتيجي بقلم في الصدر بتبقى حالات طوارق فعلا ومنها حالات كتيرة ممكن تكون مهددة لحياة المريض العيان اللي بيجي لك في الاستقبال ماسك سيدرو بيبقى سبب القلم في الصدر ده يا اما حاجة خطيرة تهدد حياته يا اما حاجات عادية فالحاجات الخطيرة اللي بتهدد حياة المريض اول حاجة الازمات القلبية سواء كان نقصد بيها ستيمي اللي هي اللي هي الجلطة في القلب اللي معاها ستي سيجمنت مرفوعة في رسم القلب او ممكن يكون اللي هي انزيمات القلب عالية لكن مفيش الاستي مش مرفوعة في شوية تغييرات في رسم القلب او حتى رسم القلب طبيعي لكن الاستي مش مرفوعة مع ان انزيمات القلب عالية الحالة التالتة اللي هي او الزبحة الصدرية الغير مستقرة دول تلت حاجات خاصين بالقلب او بنسميهم ازمة قلبية ودي طبعا حاجة تهدد الحياة وهنتكلم عنها بالتفصيل بعد شوية السبب اللي بعد كده البالموناري امبوليزم او جلطة الشريان الرئوي اللي هي جلطات في الرئة تالت حاجة نيوموسوركس وخصوصا تنشى النيوموسوركس اللي هو تجمع هو ما بين الرئة وما بين الغشاء اللي بيغلفها رابح حاجة أورتك ديسكشن اللي هو الشريان الأورتي مكون من ثلاث طبقات فممكن الطبق اللي في النص دي يحصل فيها قطع فالدم يتخلل بين طبقات الأورتة خامس حاجة البريكارديتس والمايوكارديتس اللي هي التهابات في الغشاء اللي هو حوالين القلب او في عضلة القلب نفسها سادس حاجة السوفيجية الربشر اللي هو انفجار المريء دي طبعا كانت الاسباب الخطر اللي لازم تكون حاطة عينك عليها وتعرف ازاي تتعامل معها بسرعة لكن في اسباب تانية اقل خطورة بالنسبة لألام الصدر زي مثلا التهابات جدار المعدة زي ارتجاع المريء زي الحزام الناري اللي ممكن يجي في الصدر زي الآلام العضلية بالنسبة لجدار الصدر زي مثلا النزلات الشعبية وزي مثلا الحالات اللي احنا بنقول عليها سايكيك اللي هي مثلا واحدة جوزة مضيقها شوية فتقولك أنا سيدري بيوجعني وهكذا طبعا لازم نستبعد الأسباب الخطر الأول وبعد كده نتكلم براحتنا في الأسباب اللي هي مش خطر طيب دلوقتي نتكلم بالتفصيل أنا إزاي هشك إن العيان ده عنده مشكلة أو أزمة قلبية هو طبعا دلوقتي ما بقاش لها قواعد يعني ممكن سن صغير ويجي له أزمة قلبية وممكن سن كبير ويجي له أزمة قلبية لكن عموما في حاجات كده تخليك تشك أكتر إن الراجل ده عنده أزمة قلبية يعني مثلا راجل كبير في السن راجل مدخن راجل عنده ضغط أصلا راجل عنده سكر راجل عنده ارتفاع نسبة دهون في الدم راجل مركب دعمات راجل جاله قبل كده جلطة في القلب كل الحاجات دي تخليك تشك دايما بسرعة إن العيان ده عيان قلب وإن الحاجة اللي عنده أو الألم في الصدر اللي عنده ده أزمة قلبية كمان شكل الألم نفسه ممكن يخليك تشك أكتر إنه حاجة تبع القلب يعني لو الألم ده جاي مثلا سنترال جاي سكويزنج بيعصر أو حاجة يقولك رجب على قلب في الحتة دي كده بيسمع مثلا في كتف الشمال في دراع الشمال إلى الفك من ناحية دي أو إلى الرقبة طبعا هو كل الحاجات دي ما بقاتش قعدة لكن ده اسمه تبكالشستبين لو جالك بالشكل داي بقى على طول لازم تشك في القلب طيب تتصرف إزاي لو جالك عيان وإنت شكيت إنه ده عنده أزمة قلبية طبعا زيه زي أي طوارئ أول حاجة في الدنيا A B C ال A اللي هي ال Airway تشوف هل في حاجة سدى ال Airway ولا لا محتاج تعمله هتلت تشنلفت الراجل بارع لسان وهكذا طبعا هو ده مش مجالنا دلوقتي في الكلام يبقى Airway تشوفه يتنفس ولا لا C اللي هي ال Circulation تشوف الضغط والنبض والVital Signs بتاعته طبعا لو جالك واحد وأنت شكيت إن دي أزمة قلبية لازم تكون طبعا مستعد بال D C جهاز الصدمات الكهربائية وتكون جاهز للأرست في أي وقت وفي فيديو عن جهاز الصدمات الكهربائية وإزاي تعمل إنعاش قلب برقوي اللينك بتاعه تحت على طول الراجل ده تحطه على أكسوجين تركب له كانيولا تدي له أربع أكراز أسبرين أطفال 75 يمضغهم وأربع أكراز كلوب دي جريل اللي هو زي البلافيكس يمضغهم وممكن تدي له مورفيا أو مورفين كبين كيلر حاجة تقتل الألم اللي عنده بس لازم IV مش IM عشان إحنا ممكن نحتاج ندي الراجل ده حاجة تدوه بالجلطة فأنا لو اديته حاجة تدوه بالجلطة وهو واخد حاجة عضل ممكن تنزف أو تعمل هيماتومة أو تعمل نزيف تحت الجلد أو في المصل فأي حاجة بياخدها بتكون IV على طول طبعا الراجل نعمله رسم قلب ونسحب له إنزيمات قلب على طول التروبونين وبعد كده ده هيحدد لنا الراجل ده هيمشي في أنهي سكة نفرض إن إحنا عملنا رسم القلب بطلع فيه ST elevation يعني طلع فيه ST segment عالية في 2 leads أو أكتر زي كده مثلا inferior wall مثلا أو زي كده enterolateral وهكذا يبقى خلاص الراجل ده STMI ST elevated MAI هنعمل معه إيه؟ إذا كان في خلال 120 دقيقة ينفع يدخل ويتعمله أسطرة علاجية خلاص بحوله يتعمل أو بدخله يتعمل الأسطرة العلاجية إذا كان الكلام ده غير متاح يبقى هياخد المادة اللي بتدوه بالجلطة اللي هي TPA طبعا بعد مراجعة اللي تشيكلست بتاعتها هل ينفع ياخدها ولا لا؟ طيب إفرد رسم القلب طلع مافيش ST elevation ده فيه شوية ST depression أو مثلا inverted T wave أو مثلا flat T wave ولقيت الإنزيمات عالية يبقى ده خلاص اسمه non-stemy non ST segment elevation M-I وده طبعا بيتحجز وبياخد شوية أدوية زي anti-pletlet وanti-coagulation ياخد AS ياخد beta blocker وياخد pain killer وهكذا ويعمل طبعا serial ECG وسيريال تروبونين وبعد كده بيتحدده في العناية إذا كان محتاج يعمل أسطرة أو مش محتاج الحالة الثالثة في الأزمات القلبية اللي هي unstable angina أو الزبحة الصدرية الغير مستقرة ده بقى ما لقناش عنده ST segment elevation ولا لقينا إنزيمات عالية ممكن نلاقي T wave inversion أو flat T wave طبعا الزبحة الصدرية في منها نوع مستقر ونوع غير مستقر المستقر ده اللي هو عين القلب بيبقى عارفه أصلا بيبقى عارف إنه لما يعمل مجهود معين بتجيله الألم ده وبعدين لما يقعد يستريح الألم يروح ويبقى كويس أو لما ياخد أورس دينترا مثلا يبقى كويس في خلال من 10-15 دقيقة ما يزيدش عن كده طيب إمتى أقول إن الزبحة دي غير مستقرة؟ أقول لو كانت أول مرة تحصل للمريض يعني ما كانش عنده خبرة بيها قبل كده يبقى دي على طول لازم يتحجز على إنها unstable angina أو زبحة غير مستقرة تاني حاجة لو مثلا زادت عن 15 دقيقة المفروض في خلال ربع ساعة تكون فكت هي زادت لا يبقى unstable angina ويتحجز تالت حاجة لو جاية من غير مجهود ده هو قاعد في أمان الله ما بيعملش مجهود وجات له دي تبقى زبحة غير مستقرة وبرده لازم يتحجز رابع حاجة لو زادت القوة بتاعة الألم بتاعها هو عارف إن الألم بتاعها شكله كذا فزاد المراضي جدا لا تالما زاد جدا يبقى زبحة غير مستقرة وفي الحالة دي طبعا لازم برضه يتحجز ويعمل سيريال ECG وسيريال تروبينين ويتحجز عناية مركزة لحين استقرار حالته وإعادة ترتيب علاجه مرة تانية دي كده كانت الأسباب الخاصة بالقلب اللي هي الأزمة القلبية السبب اللي بعد كده اللي هو بالموناري أمبوليزم اللي هو جلطة في الشريان الرئوي إمتى تشك إن هي دي جلطة في الشريان الرئوي أصلا لو عيان أصلا يقول لك مثلا إنه عامل عملية قريب إنه مثلا نائي مع السرير بقى له فترة كتيرة وما بتحركش مثلا كم مسافر سفر طويل جدا وما بتحركش أثناء السفر لو قدر الله مثلا عنده كانسر أو عنده ورم خبيس أو مثلا لو ستة حامل أو ستة بتاخد حبوب منع الحمل كل الحاجات دي بتزود إمكانية حدوث الجلطات في الأوردة بتاعة الجسم وخصوصا الجزء السفلي وهي دي أكتر حاجة تسبب بعد كده جلطات في الشريان الرئوي عشان كده لو عيان جنب شست بين بقلم في الصدر وعنده تاريخ مرضي لحاجات من دي لازم أحط البلموناري أمبوليزم في دماغي هنتعامل معاه زي طبعا هو ABC زي ما احنا قلنا وأكسجين وبعدين بنعمله فحوصات طبعا لو حالته غير مستقرة ببدأ عليك فورا حتى قبل الفحوصات وبدي أنتي كو أجيوليشن وممكن ندي سرومبوليسس حاجة دوه بالجلطة زيه زي جلطة القلب بالزبط أما لو كانت الحالة أكسر استقرارا فأنا بعمل فحوصات بعمل دي دايمر واعمل شست إكس راي واعمل سي تي أنجيو طيب إمتى العيان جاي ليه ماسك سيدرو أشك إنه نيوموسوراكس يعني إيه نيوموسوراكس يعني وجود هوا بين الرئة وبين الغشاء اللي بيغلي في الرئة فبالتالي وجود هوا في المنطقة دي بيضغط على الرئة فما تقومش بدورها كويس فيقل الأكسوجين في جسمه كمان ممكن يزيد الموضوع جامد لدرجة إنه يضغط على القلب هو كمان وبالتالي القلب ما يضخش الدم كويس وممكن العيان يموت من نيوموسوراكس ده بييجي من حالات إيه؟ مثلا لو واحد عنده مشكلة أساسا في الرئة يعني عنده تلايف مثلا في الرئة أو عنده سرطان في الرئة الحروب مثلا واحد واخد شستو ترومة واخد طلقة واخد حاجة في صدره كل ده يزود احتمالية حدوث هذا نيوموسوراكس واحد مثلا كان في العناية وبيركب CVB واحد مثلا كان بيعمل عينة من الكبد كل الحاجات دي ممكن تسبب نيوموسوراكس لو واحد جالك الاستقبال بقى وانت شكيته إنه نيوموسوراكس وخصوصا تنشى نيوموسوراكس تنشى نيوموسوراكس يعني تجمع هواء عنيف داخل هذا التجويف ومخليه في حالة غير مستقرة وممكن العين يموت فورا في هذه الحالة عشان كده انت بتعمل بس فحص سريع انت بتسمع صدره بتلاقي على الناحية المصابة يعني تسمع بالسماعة تلاقي الناحية اللي فيها نيوموسوراكس مفيش هوا بيدخل ويخرج منها مفيش رئة أصلا فيها الرئة حصل فيها تقلص أو انكمشت للناحية دي تيجي تعمل بركشن تلاقي على المنطقة المصابة لو انت لقيت عين بالشكل ده وحالته بتتدهور بسرعة والأكسجين ساتوريشن بتاعه بيقل بسرعة العيان ده لازم تعمله نيدل دي كومبريشن فورا في حاجة اسمها نيدل كاسيتر دي حاجة كده زي الكانيولا بتبقى موجودة المفروض معانا في الطوارئ بتيجي على العيان اللي هو في التنشان نيوموسوراكس ده وتيجي على المتج لفيكلور لاين الخط اللي هو في وسط الكلافيكل وتنزل لحد السكند انت طبعا على الناحية المصابة يعني لو في الناحية الشمالي يبقى انت بتتكلم في الناحية الشمالية لو في الناحية اليميني يبقى هتعمل للناحية دي على الناحية المصابة وتدخل بهذه نيدل كاسيتر في السكند انتر كوستر سبيس عمودي على الشيستوول واول ما تحط وتوصل لهذا الكافتي هتحس ان الهوى خرج كتير بعد كده بتسحب التروكر وبتسيب الكانيولا او الجزء البلاستيك زي ما هو وتثبته كويس بعد انت ما تلاقي الهوى ده خرج المفروض العيان بيتحسن معاك بسرعة ويبدأ يرجع الاكسجين ساتوريشن بتاعه بسرعة بعد كده طبعا بتوع جراحة القلب والصدر يركبوه الشيستو بتيوب بقى ويتعاملوا معاك ودي مهارة بسيطة وممكن تنقص حياة العيان ولازم نبقى عندنا فكرة عنها النيدل كاسيتر اللي احنا بنعمل بيها الشيست دي كومبريشن ده اللي احنا بندخل بيها دي لازم يكون مقاس السن ده حوالي 8 سنتي عشان يقدر يدخل جوه الشيستوول كله ويوصل الى هذا التجويف ويكون الكتر بتاعها 14 او اكتر من كده لو عيان جالك بقلم في الصدر هتشك ازاي ان الراجل ده ممكن يكون اورتك ديسكشن اورتك ديسكشن زي ما احنا قلنا الاورتة مكون من طبقات حوالين بعضها فيحصل اطعف الطبقة الداخلية فالدم يتصرب منها الى الطبقات التانية وطبعا دي حالة خطيرة جدا ومهددة للحياة العيان في الحالة دي يشتكي بقلم في الصدر زي السكينة مفاجئ وبيسمع في ظهره وبيتشخص طبعا بالشيستوكس ري دي حاجة الايكو طبعا مهم جدا والسي تي والامر اي وعلاجه طبعا بيكون سيرجيكال او جراحي في الحالات الشديدة وممكن يكون علاجه عبارة عن ادوية في الحالات الاقل خطورة طيب امتى تشك ان العيان اللي جاي لك وماسك سيدرو ده عنده مايوكاردايتس او بريكاردايتس تشك اذا كان القلم ده معه شوية ارتفاع في درجة الحرارة مثلا بيتغير بالبوزيشن يقوله كما بنام على ظهري الوجع يزيد اتعدل لقدام الوجع يفك ولما تعمله رسم قلبه ممكن تلاقي الصورة المثالية للبريكاردايتس اللي هي دي وممكن تلاقي فيها يعني استي ايليفيشن في معظم الليز بتاعة الاي سي جي وسبب البريكاردايتس ده ممكن يكون مثلا يوريميا ممكن يكون مثلا فيرال انفكشن زي مثلا هباتايتس اي او هباتايتس بي ممكن يكون كوكتاك بي فيروس ممكن يكون جزء من مثلا السيستيمي كلوبس واسباب تانية كتير غالبا بيكون علاجها نونسترويدا انتينفلاماتوري دراجز لمدة 3 اسابيع طبعا ده اذا ما عملتش مشاكل وما عملتش افيوجن وعملتش تجمع مية حوالين القلب ولا عملت مشاكل تانية وطبعا محتاج المتابعة بشكل كويس امتى بقى تشك ان العيان اللي جايلك ماسك سيدرو ده عنده السوفيجية الربشر ده بصراحة صعب جدا تلقطه يعني بس غالبا بيكون بعد عملية او حاجة خاصة بالمريء فانت تشك اكتر لو فيه تاريخ مرض جراحي للمريء قريب وده طبعا علاجه بالجراح وفي النهاية احب اشكركم اشتركوا في قناتنا واعمل لايك وشير شكرا لكم